كتاب التخطيط الاستراتيجي للتحرير القادم للمسجد الأقصى المبارك للبروفيسور الدكتور عبد الفتاح العويس المقدسي مؤسس المشروع الحضاري المعرفي العالمي لبيت المقدس وأستاذ العلاقات الدولية في عدد من الجامعات العالمية تقديم الأستاذ هارون ناصر الدين رئيس مكتب سؤون القدس بحركة المقاومة الإسلامية حماس هذا الكتاب يهدف بوضوح تام إلى رسم معالم خارطة الطريق المعرفية للتحرير القادم وتحريك المياه الراكدة نحو بناء خطة استراتيجية للتحرير القادم في وقت تتعرض فيه قضية بيت المقدس لصراع حضاري عنيف ولأخطر مؤامرة في تاريخها الحديث والمعاصر ولا سيما بعد فشل الموجة الأولى للتغيير في المنطقة العربية والاستعداد للموجة الثانية للتغيير فالأمة المسلمة وهي تسعى لتحرير الأرض المقدسة ومسجدها الأقصى المبارك بحاجة ماسة إلى العلم النافع والمعرفة النافعة لننتقل من التفكير الاستراتيجي إلى التخطيط الاستراتيجي ففي زماننا نحن بحاجة ماسة إلى العلم النافع الذي يدفع الإنسان للعمل وبحاجة ماسة للمعرفة النافعة التي تدفع للتغيير فالعلم في زماننا الحالي ليس من أجل العلم بل العلم بمعنى الفهم الذي يدفع للعمل العلم إمام العمل والمعرفة ليست أن تعرف بل المعرفة بمعنى الإدراك الذي يدفع للتغيير وفي ضوء هذا الفهم والإدراك جاء هذا الكتاب المجلد 707 صفحات خلاصة معرفية مهمة لتوضيح وفهم وتفسير وإدراك ما جرى وما يجري وصولا إلى الإسهام في عملية التوجيه والتأثير في مجرى الأفكار والأحداث المتعلقة ببيت المقدس في السنوات القليلات القادمة أو بعبارة أخرى للإسهام بشكل متواضع في التخطيط الاستراتيجي للتحرير القادم لبيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك ولصناعة التاريخ المستقبلي لبيت المقدس بشكل خاص والمشرق الإسلامي بشكل عام كما أن هذا الكتاب بناء معرفي استراتيجي مهم في طريق التغيير والتحرير والعمران القادم للأرض المقدسة ومسجدها الأقصى المبارك وصناعة تاريخنا المستقبلي المشرق من بيت المقدس فهو زبدة الزبدة لبحوث الكاتب حول الأرض المقدسة التي بدأت منها الرحلة العلمية المعرفية للإعداد له قبل أكثر من ثلاثين عاما في مدينة خليل الرحمن في عام 1986 ثم من محراب المسجد الأقصى المبارك مركز مركز البركة في عام 1990 يطلب هذا الكتاب من الناشر دار الأصول العلمية باستنبول الذي يوفر شحن الكتاب داخل تركيا وخارجها حيث يمكن التواصل بشكل مباشر مع قسم المبيعات بدار الأصول العلمية عبر الواتس أب